الحمد لله رب العالمين نحمده على نعمه ونشكره على مزيد فضله وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريماً كثيراً أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يسبق عليكم نعمه وأن يبارك فيكم وأن يجعلكم من أهل جنانه وأن يرفع درجاتكم دنياً وآخرة وبعده فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في قراءة كتاب الصيام من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ثمانية أبواب وإن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد في هذا الحديث من الفوائد ذكروا تفاصيل ما في الجنة للترغيب في سلوك الطريق الموصل إليها وليكون ذلك دافعاً لأداء الأعمال التي تكون سبباً لدخولها وفي الحديث إثباتوا أن الجنة لها أبواب ثمانية وفي الحديث أن أبواب الجنة بحسب أعمال الناس التي يؤدونها وفي الحديث إثباتوا باب من أبواب الجنة يقال له الريان يكون لأهلي الصيام وفي الحديث أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه فلما تركوا الشرب في الدنيا طاعة لله عوضهم الله بباب الريان وفي الحديث فضل الصيام وعظم أجره وظاهر قوله يدخل منه الصائمون أنه يشمل من صام الفرض ومن صام النفل وقال طائفة بأن المراد به من أكثر من التنفل بالصوم فإن الفرض أمر لازم وبالتالي يتمايز الناس في صوم النافلة بينما قال آخرون المراد به ما يعم صيام الفرض والنفل وفي الحديث أن أبو أبو الجنة بعد دخول أهلها إليها تغلق نعم حسن الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعاه خزنة الجنة من أبواب الجنة كل خزنة باب يا عبد الله هلم هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة فقال أبو بكر رضي الله عنه بي أبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة ذاك الذي لا توى عليه فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها يا رسول الله قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر قوله في هذا الحديث من أنفق زوجين أنفق بمعنى أدى وعمل وقوله زوجين يعني شيئين متماثلين وقوله أبي بكر ما على من دعي من تلك الأبواب يعني من أحدها قوله من ضرر أي لا يلحقه ضرر متى كان سيدخل الجنة مع أحد هذه الأبواب وقوله لا توى عليه يعني لا نقص عليه ففي الحديث من الفوائد مشروعية تكرار الخير وفعل الأشياء المتماثلة مرات متعددة وفي الحديث إثبات أبواب في الجنة وفي الحديث بيانوا أن الملائكة ينادون يوم القيامة أهل الخير والعمل الصالح وفي الحديث فضيلة عبودية الله ولذا يناد الإنسانه بإثبات عبوديته لله فيقال يا عبد الله وفي هذا الحديث فضل الأعمال التي خصص لها أبواب في الجنة وهي الصلاة والجهاد والصيام والصدقة وفي هذا الحديث جوازه أو مشروعية تنويع الأعمال الصالحة التي يؤديها الإنسان في يومه في الحديث فضل أبي بكر الصديق وعظم مكانته عند الله جل وعلا وفي الحديث فضيلة النفقة في سبيل الله وعظم أجري المنفقين وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان قد يدخل الجنة من أكثر من باب وهذا من فضل الله عز وجل لبعض عباده وفي الحديث أن من سار على طريقة أبي بكر فالتنويع بين الأعمال وخلطها في كل يوم فإنه يرجى له الدخول للجنان من جميع أبوابها حسن الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين في هذا الحديث فضل شهر رمضان وعظم مكانته عند الله جل وعلا في الحديث إثبات أبواب للجنة في الحديث إثبات أن الجنة موجودة ليوم وفي الحديث التحذير من نار جهنم وبيان أن لها أبواب وأنها الآن موجودة وفي الحديث ذكر الشياطين وأنها تصفد وتسلسل وتربط في شهر رمضان وقوله هنا دخل شهر رمضان ورد في بعض روايات الحديث إذا دخل رمضان مما يدل على جواز أن يقال شهر رمضان وأن يقال رمضان وأن الأمر في ذلك واسع نعم أحسن الله إليكم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين ثم قال وهكذا 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 وخنس الإبهام في الثالثة يعني تسعا وعشرين يقول مرة ثلاثين ومرة تسعا وعشرين وقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له قوله في هذا الحديث إن أمة يعني جماعة كبيرة وقوله أمية أي فسرها ما بعدها في قوله لا نكتب ولا نحسب المرد بالحساب هنا حساب جريان الشمس والقمر فقوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني أنه أشار بيده بالأصابع العشر الثلاث مرات ليبين أن الشهر الأصل أن يكون ثلاثين يوما ثم قال وهكذا يعني أن الشهر يكون في بعض المرات على هذه الطريقة وأشار بيده المرة الأولى بعشر أصابع والمرة الثانية بعشرة أصابع والمرة الثالثة خنس يعني قبض أصبع لإبهامه الإصبع الكبير من أجله أن لا يبقى إلا تسعة أصابع كأنه يقول إن الشهر القمري يأتي مرة ثلاثين يوما ويأتي مرة تسعة وعشرين يوما وفي هذا الترغيب في اعتماد الحساب القمري والاعتماد على التقويم القمري وذلك أن التقويم الشمسي يصل الشهر فيه إلى واحد واثنين وثلاثين وقد يقل إلى ثمان وعشرين يوما وفي هذا الحديث جوازوا الاعتماد على الإشارة المفهومة وفي الحديث في قوله إن أمة لهذا إشارة إلى جميع الأمة وليس خاصا بزمن النبوة وفي هذا أيضا من الفوائد بيانه أن التعمق في الأشياء ليس مما تبنى عليه الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية تبنى على الأمور الظاهرة فالهلال ورؤية القمر أمور ظاهرة إن رؤي وجب الصيام وإن لم يرى لم يجب صيام سواء هل في حقيقة الأمر أو لا ولذا لو قدر وجود السحاب فإن لا نلتفت لاحتمالية أن الشهر قد دخل ولذا قال لا تصوموا حتى تروا الهلال وفي هذا المنع من صيام يوم الشك وهو آخر يوم من شهر شعبان وقوله ولا تفطروا يعني في آخر الشهر حتى تروا الهلال هلال شوال وفي قوله إذا رأيتم يعني إذا شاهد واحد منكم هلال شوال فصوموا وإذا رأيتم يعني رأيتم الهلال فأفطروا وسمي الهلال بهذا الاسم لإشتهار أمره وظهوره ولذا يقال هل الصبي بمعنى أنه ولد وأخرج الصوت وقوله فإن غم عليكم أي كان هناك سحاب يمنعكم من رؤية الهلال فاقدروا له قيل بأن معناه ضيقوا له كما قال الحناب له وقيل بأن معناه أتموا وقد ورد في بعض روايات هذا الحديث فأكمل العدة ثلاثين فالروايات يفسر بعضها بعضا وفي هذا دلالة على وجوب اعتماد الرؤية وعدم جواز البناء على الحساب وفي الحديث من الفوائد وجوب الإفطار نهاية الشهر في يوم العيد لقوله فأفطروا والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب وفي الحديث من الفوائد بيانوا أن الشريعة قد جاءت في المعرفات بأحكامها بأمور سهلة يسيرة يعرفها كل أحد نعم حسن الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه قوله من لم يدع أي لم يترك وقول الزور الزور المراد به اللفظ غير المطابق للواقع والحق ويشمل ذلك ما يكون أذى للآخرين كما يشمل الكذب بأنواعه ولذا قيل شهادة الزور لأنها تغير الواقع قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل يعني الاعتداء على الآخرين فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يدع أن يترك والله جل وعلا مستغن عنها لا يحتاج إلى شيء من أفعالنا وإنما المراد به أن الغاية التي من أجلها شرع الصوم وهو زيادة التقوى لا تحصل مع من كان متصفا في هذه الصفات وفي هذا دلالة على تحريم قول الزور والعمل به وتحريم الجهل كما أن هذا الحديث فيه بيان الغاية التي من أجلها شرع الصوم وهي أن يزرع الناس في نفوسهم تقوى الله جل وعلا وفيه أن المقصود بالعبادات قد لا يكون هو الظاهر منها وقد يكون خفيا يحتاج إلى شيء من الاجتهاد والتأمل وفي هذا دلالة على أن أحكام الشريعة بنيت على تحقيق المصالح ودرء المفاسد أحسن الله إليكم قال عن علقمة قال كنت مع عبد الله وبينما أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه لقيه عثمان رضي الله عنه بميناء فقال يا أبا عبد الرحمن إنا لي إليك حاجة فخلواء فقال عثمان هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكر كما كنت تعهد فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال يا علقمة فانتهيت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك لقد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء علقمة بن مسعود من التابعين ومما لازم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع عبد الله فيه الترغيب في التواصل مع أهل العلم ليستفاد من علمهم وفي الحديث قوله وبين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فيه مشي الأصحاب متقارنين في أثناء مشيهم قال لقيه عثمان يعني ابن عفان الخليفة الراشد بميناء ويظهر أن ذلك في وقت الحج فقال عثمان يداعب عبد الله بن مسعود يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة أي أرغب في أن أتكلم معك في موضوع يخصك لا يسمعه أحد من الناس قال فخلوا يذهبوا عن عثمان وأبقوه مع ابن مسعود من فريدين فقال عثمان رضي الله عنه هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكر كما كنت تعهد يعني أيام الشباب من القوة والقدرة وفي هذا تفقد الإمام لحوائج الرعية وما يصلح أمورهم وفي هذا الحديث الترغيب في تزويج البكر وفي الحديث أيضا أن الزواج بالأبكار يبقي قوة البدن وفي الحديث من الفوائد أيضا جوازا يتزوج كبير السن في الصغيرة سن متى كان ذلك برضاها وقوله فلما رأى عبد الله يعني ظن عبد الله بن مسعود أن ليس له حاجة إلى هذا أي ليس له قدرة على أن يكون عنده مرأة شابة فقال يا علقمة يعني أن ابن مسعود استدع علقمة لأن عثمان خلابي عبد الله بن مسعود فقال يا علقمة قال فانتهيت إليه فيها نداء لإنسان لأصحابه فيها استجابة المنادة للمنادي قال فانتهيت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك أي إذا ذكرتني بالزواج وظننت أني لا أقدر عليه فإني قد مر بي وقت شباب استفيد فيه من قوتي قال لقد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا أي ناهزوا الاحتلام أو جاوزوا سن الاحتلام قال لا نجد شيئا أي لا نستطيع أن نوفي باحتياجاتنا من مثل المسكن واللباس ونحو ذلك قال لقد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معشر الشباب بما يشمل الذكور والإناث من استطاع منكم الباء أي من كان عنده قدرة على الزواج بما يشمل قدرة المال وقدرة البدن فليتزوج وليتزوج فعل مضارع مسبوك بلام الأمر هو من صيغ الأمر ولذا قال طائفة في هذا دلال على وجوب الزواج وقال الجمهور بعدم وجوب الزواج لمن كان حافظا لبصره وفرجه قال فإنه يعني الزواج أغض للبصر فيه فضيلة الزواج وعظ مؤثاره وغض البصر ألا يشاهد لإنسان ما منع من رؤيته من أمور النساء وأحصنوا لي الفرج أي أبعد له عن انتهاك الفواحش قال ومن لم يستطع أي لم يقدر ولم يكن عنده باء فعليه بالصوم في هذا أن من كان عنده قدرة على الزواج لكن لا يجد مالا يتزوج به فإنه لا يلحقه الحرج في ذلك وقوله فإنه له ويجاء الويجاء رض للخصيتين بحيث لا يكون عند الإنسان شهوة بعد ذلك في هذا جواز تناول الإنسان لما يثبت من رغبته وشهوته لما في ذلك من تحصين للفرج وهذا شيء من فوائد هذه الأحاديث بارك الله فيكم وفقكم لكل خير وجعلكم ممن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسار على طريقته هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين تسليما